عايزة عرف من حضرتك شفت إزاي قرار السيدة الرئيسة عبدالفتاح السيسي بوقفة الاستشكال طبعا يعني أولا أولا هو فيه تأكيد على احترام أو تأكيد احترام السيدة الرئيس لأحكام القضاء تأكيد اهتمام السيدة الرئيس بالطبقة العاملة وبأصحاب المعاشات وبأصحاب الدخول المحدودة أو الدخول البسيطة بالحقيقة أنه الرقم أصحاب المعاشات اللي هتأثروا بهذا القرار حوالي 9 مليون أسرة إذا جاز المعنى لأنهما حوالي 9 مليون شخص وبالتالي فيه 9 مليون أسرة وراهم ظروف المعاشات كانت ظروف فعلا صعبة زي ما كانت ظروف البلد أيضا صعبة اللي استتبع هذا القرار هو إعادة هيكلة الأجور بشكل عام في مصر وده أيضا من ضمن القرارات اللي اتخذها السيدة الرئيس لدراستها والبدء في تنفيذها لأنه مصر بعد ارتفاع الأسعار الكبير جدا كانت محتاجة لنظرة مهمة لأجور الناس اللي ما كانتش تتعادل مع الارتفاع اللي حصل للأسعار لأنه الإصلاح الاقتصادي كان له تابعات تحملها المواضن والسيدة الرئيس تتكلم عنها مرات ومرات وشكر المواضنين على صبرهم وتحملهم السيدة الرئيس كان قويا وشجاعا في اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي اللي لم يستطع أي رئيس سابق أن يتخذها لأنها الحقيقة قرارات صعبة جدا وقرارات تحتاج إلى صعبة في أولها ونتيجتها بتظهر بعد سنين صعبة أنه كمان مردودها السياسي مش سهل لأنه أي رئيس يقدم عليها شفنا من أيام الرئيس أنور السادات إزاي بتحصل مشكلات كبيرة جدا أول مع أي رئيس يقدم على خلق خطوات في هذا الاتجاه وهي ما لاش أي حلول لأن احنا بعد 25 يناير وبعد تراجع دخلنا وبعد تراجع احتياطينا النقدي وبعد حاجات كتيرة جدا حصلت ما كانش قدامنا حلول إلا أنه يكون عندنا إصلاح اقتصادي وإلا مش هيبقى فيه الحقيقة منظومة اقتصادية سليمة أو صحيحة في مصر ويحصل انهيار في كل شيء وتدمير لكافة مؤسسات الدولة الحقيقة احنا كنا يعني على شفاء خراب كامل كنا شايفين قد إيه احنا مرافق الدولة تقريبا منهارة بسبب عدم القدرة على صيانتها وتحدثها وتطويرها وتقديم جديد لها زي مرفق الكهرباء شفنا مرافق الطرق كانت مهلهلة وموزقة وكان من الصعب جدا كثير من الطرق ما كانش فيه حتى إعادة رصفها أو إعادة حياءها وتشغيلها مشاكل كثيرة جدا كان من الصعب جدا أن احنا نوصل لهذه الدرج فكان الإصلاح الاقتصادي تبعاته كبيرة جدا تحملها المواطن بصدر رحب وبوطنية والرئيس راهن على الشعب وكسب هذا الرهان والحقيقة أول ما بدأت ملامح أنه يبقى فيه نتائج إيجابية لهذا الإصلاح الاقتصادي كان وقف هذه القضية التي تخص أصحاب المعاشات عشان يعني يأخذوا حقوقهم وكمان إعادة هيكلة الأجور في القطاع العام اللي دايماً بيستتبعوا أن أعادة هيكلة في القطاع الخاص أيضا يعني لما بيحصل في القطاع العام بيحصل في القطاع الخاص نفس المسألة التقريبية نعم